الجميل اللي بعد كده انه مصر بتصدر للقارة الاوروبية سلع غزائية ومنتجات زراعية بشكل مكثف خلال الفترة الماضية لكن الجديد النهاردة انه مصر بتزيح الولايات المتحدة الامريكية وبتصبح المصدر الاول للبطاطة الحلوة الى قارة اوروبا كانت امريكا هي اللي بتتسيد وبتتصدر كل صادراتها من البطاطة الحلوة الى اوروبا كل وردات اوروبا من البطاطة كانت بتيجي معظمها من الولايات المتحدة الامريكية تقريبا هم بيستهلكوا حوالي 219 الف طن مصر مصدرة منهم 109 الف طن يعني نقدر احنا نفتح اسواق نقدر ننافس لا نفسنا والمنتج بتاعنا الزراعي اللي هو البطاطة الحلوة جيد لدرجة انه ترد البطاطة الامريكية من الاسواق الاوروبية يعني يا جماعة التصدير ايضا والكلمتين اللي بقولهم دول قوة نعم يعني لما يجي البطاطة بتاعتي البطاطة وممكن حد دلوقتي وانا قاعد بتكلم بيقولك يا ايش في الراجل التافه بقولك بطاطة ومش بطاطة والناس بتصدر صاريخ وبيصدروا يا سيدي هي الموضوع كله كله لا يتجزأ اللي بيقدر يصدر بطاطس او بطاطة او فراولة او منجا من زراعته من عرقه وبيقدر يلقلها سوق بره بيقدر يفتح مصنع بيقدر يعمل اختراعات بيقدر يعمل يعني هي الموضوع بيطلع بطاطة اوليمبي هي كلها كله التقدم بيحتاج التركيز على كل نقطة في البلد النهاردة اننا اتسيد اتسيد القارة الاوروبية في تصدير البطاطة الحلوة ده شيء اعتقد يفتح نفس المزارعين الفلاحين الشركات المصرية المصدرين المصريين ونقول للمزارعين والفلاحين ووزارة الزراعة متشكري دي حاجة حلوة يا جماعة لزي ما انا رقم واحد في الطمور ورقم واحد في البرتقال على مستوى العالم المنجا الفراولة يا جماعة انا مصر الدولة الاولى في العالم في تصدير البرتقال الشباب ولادنا يعرفوا اذا الكلام يعني احنا نقدر بنبقى زي ما احنا نقول ايه اصل مصر بتستورد اكبر دولة في العالم من الامح صحيح ايه واكبر دولة بتصدر برتقال يعني نقدر دي الفكرة العزر نحن قادرون ده اللي انا عايز اقوله ما اريد ان اصل اليه للمشاهد الكريم والمواطن الكريم وشبابنا وشباتنا الصغارين بلدنا قادرة نحن قادرون احنا نقدر زي ما كان بارك اوباما لما داخل الانتخابات بتاعته كان شعاره يسوي كان نعم نستطيع نقدر الشعب ما ينفعش يشعر بانه غير قادر ما ينفعش يشعر بانه يعني محبط ما ينفعش يشعر بانه مترهل لأ احنا نقدر والله نقدر انا لما روحت وحضرتكم كنت معايا في الشاشة لما روحنا في تشكة وشفنا النخل شفنا البلح شفنا التمور اكبر مزرع التمور في العالم اكبر مزرع التمور في العالم شفنا النخلة كانت تجيب اتناشر صباطة كل صباطة مش عارف كم كيلو قلت لكم ارقام اكبر اعتقد 27 الف فدان ان ما كنتش يعني زاكرة ضعفة في العالم مفيش مزرع التمور بهذا الشكل ومن خلال هذه المزرعة شفنا المنتجات والمنتجات بنصدرها يعني احنا بينا رقم واحد في زيت الزيتون يا جماعة يعني البلد دي قادرة على ان هي تكون رقم واحد للعالم في حاجات كتير واحد وستة من عشرة مليون نخلة واحد وستة من عشرة مليون عموما يعني انا الخبر اللي قدامي اللي انا بقول لحضراتكم ان مصر بتزيح امريكا كمصدر رقم واحد لربما في البطاطا الحلو احنا بينا رقم واحد 109 الف طن ده الخبر الجيد جدا اللي انا بقول